دلني على عمل اتشبس به عمل اشبط فيه قال له يا رسول الله ان شرائع صل عليه صلى الله عليه وآله وآله وسلم ان شرائع الاسلام قد كاثرت علي فدلني على عمل اتشبس به كأنه رأى ان ماذا يفعل فقال لا يزال لسانك رطبا بدكر الله وطلح ابن عبيد الله جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل اتشبس به بعدك يا رسول الله انت وانت موجودنا شبط فيك لما تموت انت اشبط في ايه قال عليك بالصوم فانه لا عدل له شاهد هنا ان لازم يبقى لك عمل تشبط به تشبط فيه لازم يبقى لك عمل تشبط فيه به تشبط في العمل ده فالعمل ده يمسكك بالاسلام اللهم يا ولي الاسلامي واهله مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به هي دي لما تشبط في العمل في عمل من الاعمال انت شابط فيه وقلنا كلام ابن قيم رحمه الله في طريق الهجرتين ان من الناس من يكون من يكون سيد عمله الذكر فهو متى فتر عنه تغير عليه قلبه وتغير عليه حاله ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الموصل الى الله الصلاة فهو اما مشغول بفعلها او الاستعداد لها ومن الناس من يكون سيد عمله القرآن والثالث الصدقة والرابع الدعاء والخامس خدمة المسلمين الى السادس طلب العلم والعمل بيه والدعوة اليه والسادس كل واحد له عمل شابط فيه هو قائم بكل الاعمال بس العمل ده هو سيد عمله قلنا نسأل نفسك بقى انت ليك في الذكر يعني تجيب مئة الف في اليوم لا صراح طب ليك في الصلاة تجيب تلتمائة راكعة في اليوم متين زي سيدنا عبدالله ابن مسعود تجيبي اتنشر الف ذكر زي سيدنا ابو هريرة قال اني لا استغفر الله في اليوم اثني عشرة الف مرة على قدر ديتي انا بعتق نفسي كل يوم بدفع ديتي كل يوم اتنشر الف استغفارة انت بتعمل كم لك في القرآن بتختم كل ثلاثة ايام لك في ايه لك في قيام الليل شوف لك عمل لما تشبط فيه هو يمسكك فس فس تمسك بالذي اوحيه اليه دي العروة الوثقة الاعتصام بالعروة الوثقة بالانقطاع عن الشواغل وهي دي قولي اعملت قولينا بس اتنشر الف ختمة في ثلاثة ايام ومش عارف ايه ومتين ركعة وتلتويت ركعة يا عم انت بتحلم نجيب وقت منين بقى الكلام ده ونعمل كل ده امتى هيا دي الانقطاعه عن الشواغل انا قلت كتير جدا جدا احفظها انك انت محتاج حكتين اتنين هي تنظيم وقتك واتنين ترتيب الاولويات يبا هي دي انك تنظم وقتك يا جماعة قلت كتير الكلام ده معاد عشرات المرات هو ان انت اللي ملوش منهج في حياتي برنامج يومي بيمشي عليه هيضيع عمره يا عرف يوصل لربنا اللي محدد هنام امتى واصحى امتى وكل امتى واعد مع اولادي امتى ومراتي امتى واقرى ثلاث اجزاء بتوعي او الاربع اجزاء او الخمس اجزاء امتى ده حديدا يبقى لو هو انا بقول بقى واحد هيقر ثلاث اجزاء في اليوم مثلا ده على الاقل هيقرى جزء الصبح قبل ما يروح شغله اول ما اصحى من النوم زي ما انت عامل حسابك انا هاصحى الساعة سبعة هفطر سبعة ونص هخرج ثمانية لربع هوصل الشغل لثمانية ونص هطلي نص ساعة قرآن تلت ساعة تقرى فيه جزء تلت ساعة مش هيقثر في كمية نومك يبقى جزء الصبح قبل ما اخرج من باب البيت وجزء قبل ما نان او الموصل البيت تلت ساعة خمسة وعشرين دقيقة الجزء وجزء اصلي بي 11 راكعة الراكعة بربح ادي التلاث اجزاء هارة خمس اجزاء بمنتقى البساطة عندي خمس صلوات نص جزء قبل كل صلة ونص جزء بعد كل صلة خمس صلوات بخمس اجزاء في اليوم بمنتقى البساطة تقدر تعمل كده وانه واسق نص الجزء يعني بياخد عشر دقايق اللي مش حافظ بيقرف ربع ساعة النص جزء انا اقصد ايه هو ده بقى اللي بقول برنامج للحياة انه انا هارة كل ان في الوقت الفلاني هذكر ربنا في الوقت الفلاني وانا ماشي في العربية او في المواصلات او قاعد واحد بقول له حط الجدول فحط 8 ساعات من 8 الاربع في الشغل وانت في الشغل قاعد شغال لل8 ساعات ما انت الشغال في العداد في اصباعك يعمل الاف في ال8 ساعات دي الاف هو مشكلتنا الكسل والاهمال الاهمال بنضيع وقتنا بعبط لازم تنظم وقتك بالزبط قلت قبل كده كان لنا درس اسمه قانون البيت ان بيتك ده عشان يبقى بيت مؤمن بيت مطمئن بيت هادي يبقى فيه قانون للبيت احنا بننام الساعة الفلانية يبقى البيت كله نايم وزي ما قلت قبل كده الاطفال اللي ما قدرش يخليه نام يقولك مش عايز انا لكن هو قدره عدو في السرير مش هتنام قعد في السرير تحركش من سريرك هو لو قعد في سريره هينام فالشاهد ايه ان يبقى بننام الساعة كده بنفطل الساعة كده بنتغدى الساعة كده بنتعشى الساعة كده بنزور صلة رحم في اليوم الفلاني ترتيب فيه قانون للبيت قانون ماشي عليه البيت كله مش انت لوحدك لذلك لما يبقى البيت كله ماشي بقانون الناس كلها ترتاح تبقاش كل واحد جزيرة مستقلة في البيت الشاهد هنا ايه الشاهد انك تصلع رسول صلى الله عليه وسلم ان لكي تستطيع تحقيق هذا الانقطاع عن السواغر عارف السواغر ايه ها قول ها التلفون اشتركوا في القناة